تنضم إلينا من تونس أمل الحمروني القيادية بحزب الطيار الشعبي سيدة أمل إلى أي مدى هذا الموقف من اتحاد الشغل يمثل كل الأحزاب في تونس؟ شكرا على الدعوة للاتحاد العام التونسي للشغل مكانته الحقيقية أو مكانته المهمة منذ الحركة الوطنية ومنذ استقلال البلاد إلى بناء الدولة تونسية إلى فترة ما قبل الثورة وحتى كل العشرية السوداء كان الاتحاد دور هام ودور مصيري في إنقاذ البلاد من عدة مراحل خطيرة مرت بها البلاد وكانت على شفل هاوية وكنا نعيش مراحل قد تعيش فيها الدولة إنهيار تام ومارس الاتحاد الشغل حينها دوره الوطني وأعتقد أن موقف اتحاد الشغل مؤخرا من مسألة الاستفتاء وترك الحرية لقواعده في التصويت بين عم أم لا في هذه المرحلة هو دليل جديد على أن الاتحاد لازال يؤمن حقيقة بالديمقراطية ويؤمن أن مسار 25 أو مسار ما بعد 25 جوليا هو مسار وطني حقيقي رغم بعض التحفظات المتعلقة بمطالب الشغلة وبمطالب هي متعلقة بالأساس بالوضع المعيشي للشغالين والعمال لماذا كل هذا الانتقاد لبعض التصريحات الغربية في حين أن هناك في الداخل تصريحات كانت أقوى من ذلك متعلقة برفض أو بالتعليق على الدستور وعلى نتيجة الاستفتاء عليه المسألة متعلقة أساسا بسيادة الدولة التونسية الآن ومنذ 25 جوليا هناك خيار وطني رئيسي لا تراجع عليه وهو خيار السيادة الوطنية كل الخلافات والصراعات داخل المشهد السياسي الداخلي التونسي يمكن أن يتم فضها إما بالحوار أو عبر الصندوق مثلما تم التوجه ذات 25 جوليا 2022 إلى الشعب التونسي ليحسم مسألة النظام السياسي ومسألة الدستور عبر الصندوق وللأطراف السياسية والفعاليات المجتمع المدني والحزبي والجمعياتي وغيرها الموجودة في داخل البلاد التونسية الحق في التعبير عن رأيها أي أن كان وفي اتخاذ أي مواقف أي أن كان لكن تبقى أي تدخل خارجي من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها خطا أحمر بالنسبة لكل الفعاليات السياسية الوطنية ورأيت مواقف وبيانات الأحزاب وبيان الرابطة التونسية التي توجهت اليوم مع عديد من الفعاليات السياسية أمام سفارة الولايات المتحدة وعبرت عن تنديدها الشديد بالتدخل الخارجي الغاشم في الشأن التونسي ولا يمكن لي السفير الأمريكي أو لوزير الخارجية الأمريكي أو غيره وليس له الحق التدخل في الشأن التونسي ولا يمكن أن نتعلم في تونس الديمقراطية ممن خربوا العراق وسوريا وكوبا وغيرها من الدول لا يمكن اليوم أن يتدخلوا بشكل سافر في شأننا الداخلي نحن لنا القدرة والأهلية التامة في فضل مشاكلنا والتنازع حول خياراتنا الوطنية بمفردنا ولا نستحق إلى أي معلم أو أستاذ أجنبي يعلمنا كيف المصير الشعب التونسي قدم دروس عدة منذ ثورة 2011 وغيرها لكل العالم في أنه قادر على خوض ثورات وتغييرات شديدة داخل المنظومة السياسية فيه لكن بكل ديمقراطية ودون اللجوء إلى الأدوات الدموية وغيرها رغم بعض الغتيالات والهينات لكننا لا نحتاج لمن يؤدبنا ويعلمنا الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر